لليوم الرابع على التوالي وصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة وصلت اجتماعتها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب واستمعت اللجنة إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومن المقارر أن تستمع اللجنة في الجزء الثاني من الاجتماعات لوزراء التضامن الاجتماعي والصحة وسكان والشباب والرياضة وأكد رئيس اللجنة الخاصة أحمد سعد الدين على أهمية مدارة من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة مؤكدا على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين ترجمة نانسي قنقر